وقفة احتجاجية بتاعز تنادد بتردي الخدمات وتطالب بدعم الجيش لاستكمال التحرير منظمة حقوقية تكشف عن تورط 71 قيادي في الميليشيا الحوثية بتجارة الأدوية المهربة تحصن النسبي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الخميس أهلا بكم والبداية من تعز حيث نظمت منظمات المجتمع المدني وقفة احتجاجية اليوم الخميس للتنديد بتردي الخدمات الأساسية في المدينة وإهمال السلطة المحلية لمعاناة أبنائها وقد رفع المحتجون خلال الوقفة التي أقيمت أمام مبنى المحافظة في شارع جمال لافتات تطالب بدعم قوات الجيش والمقاومة الشعبية المرابطة على تخوم المدينة في مواجهة الميليشيا الحوثية الإرهابية إضافة لدعم شرطة المحافظة لحماية وحراسة الجبهة الداخلية والسقرار الوضع الأمني وجاءت الوقفة عقب يوم من وقفة مماثلة للمطالبة بإعادة البرنامج العلاج والمخصصات المالية والترقيات والترقيم للجرحى والشهداء غير المجهندين وقد حملوا خلالها أو حملوا السلطة المحلية ووزارة الدفاع والمجلس الرئاسي مسؤولية تدهور أوضاعهم الصحية والمعيشية مطالبنا أن يستشعر المحافظ مسؤوليته أمام الله ثم أمام الشعب أمام الخدمات التي يجب عليه توفيرها في محافظة تعز خرجنا اليوم لنقل المحافظ لا توجد عندنا الكهرباء محافظة المحافظة للأسف لا يتواجد في المحافظة إلا أيام معدودة ثم يخرج منها نريد من المحافظ أن يوفر لنا الكهرباء يوفر لنا الماء ويوفر الخدمات الأساسية لكل المواطنين من ماء وكهرباء وصحة تعز اليوم تغرق بوباح عمضنك تعز اليوم ومدة ثمان سنوات وحتى اليوم لا تعرف الكهرباء الحكومي نريد إيقاد الخدمات المطلوبة نريد أن نوصل رسالة إلى المحافظة نقول له عليك اتزامات دستورية وقانونية وأخلاقية وقبل كل ذلك عليك المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشعب تعز تحاصر من قبل ميليشيات الداخلي وميليشيات الخارج والفساد بالمليارات وتعز بلا خدمات لا ماء لا كهرباء لا صحة لا طرقات مطلبنا ونطالب سطة المحلية بإحالة الفاسدين إلى نيابة الأموال العامة ومحاكمتهم واسترداد الأموال المنهوبة مطلبنا هو تشغيل محطة عصيفرة وسرعة إنقاذ أبناء هذه المحافظة المنكوبة من بطش الشركات التجارية التي تذبح المواطن من الوريد إلى الوريد عسكريا تجددت المواجهات المتقطعة بين قوات الجيش والميليشيا الحوثية الإرهابية في عدد من الجبهات المحيطة بمدينة تعز وقال مصدرا عسكري لقناة يمن شباب إن المواجهات تجددت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في وادي صالة شرقا ومناطق الصياح والضباب ووادي حذران غربا ومعسكر الدفاع الجوي شمال غربية المدينة دون ذكر مزيد من التفاصيل حول نتائج المواجهات وفي وقت سابق من يوم أمس قال المركز الإعلامي لمحور تعز إن مدفعية الجيش والمقاومة الشعبية استهدفت مرابض مدفعية للميليشيا ردا على استهدافها بأربع قذائف لمواقع الجيش في جبل هان غربا ومعسكر الدفاع الجوي شمال غربية المدينة إلى حضر موت حيث سنكر محافظها مبخوت مبارك بن ماضي الهجمات الإرهابية للميليشيا الحوثية على المواقع البشرية والاقتصادية في استهداف واضح لحضر موت والتي كان أخرى قصف معسكر للقوات الحكومية الذي أسفر عن استشهاد وإصابة خمس جنود ووجه المحافظ بن ماضي رئيس اللجنة الأمنية قائد المنطقة العسكرية الأولى بسرعة علاج الجرح الهجوم الحوثي على اللواء 23 الواقع بمنطقة العلم على بعد 130 كيلومتر عن مديرية العبر وكانت الميليشيا قد استهدفت بطائرة مسيرة معسكر للقوات الحكومية وأسفر ذلك عن استشهاد جنديين وجرح ثلاثة آخرين أعلنت قوات البحرية الأمريكية ضبط شحنة مخدرات جديدة بقيمة 20 مليون دولار كانت على متن سفينة صيد في خليج عدن القيادة المركزية التي تضم لصول الخامس الأمريكي في بيان لها قالت إن مدمرة يو اس اس نينز التابعة لها والتي تم نشرها في الشرق الأوسط خلال الصيف الماضي اعترضت سفينة صيد تحتوي على أكثر من 2000 كيلو جرام من الحشيش وأكثر من 300 كيلو جرام من الميثا من فيتامين أثناء عبور سفينة المياه الدولية وأوضح البيان أنه على مدى العامين الماضيين صادرت القوات البحرية المشاركة ما تقدر قيمته بنحو 900 مليون دولار من المخدرات غير المشروع أثناء قيامها بدوريات في المياه الدولية في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومنذ سيطرت الميليشيا الحوثية وانقلابها على الجمهورية في صنعاء أغرقت المدن اليمنية بمختلف أنواع المخدرات الإيرانية التي تجني بسببها ملايين الدولارات وتعتبر مصدر تمويل رئيس لدعم حربها على اليمنيين التقرير التالي كشف جزءا فقط من تلك التجارة التي تتزعمها قيادات الميليشيا الحوثية 39 موقعا في صنعاء همها الناجر تستخدمها ميليشيا الحوثي لإخفاء المخدرات التي تتاجر بها والقادمة إليها من كولومبيا وإيران هذا ما كشف عنه تقرير جديد أصدرته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات التقرير يؤكد تورط كبار قيادات ميليشيا الحوثي وعلى رأسهم محمد علي الحوثي وابو علي الحاكم وعبد الكريم الحوثي وفارس مناع في إغراق اليمن بالمخدرات الإيرانية والكولومبية وبناء ثروات ضخمة لصالح قيادات الميليشيا كما يشير التقرير إلى أن عملية تحويل اليمن إلى سوق للمخدرات الإيرانية بواسطة الحرس الثوري الإيراني مباشرة وقيادات الميليشيا كما كشف عن وجود عشرات الهناجر في مختلف المحافظات المخصصة لتخزين المخدرات المهربة وتنظيم عمليات المتاجرة بها في عموم اليمن يقول التقرير إن في صنعاء وحدها تسعة وثلاثون هنجرا يستخدمها تجار حوثيون في إخفاء أنواع متعددة من المخدرات يتم استيرادها من إيران وتهريبها عبر ميناء الحديدة والصليف ومرافئ صيد في شمال الحديدة تابعة لشبكات منظمة يشرف عليها قيادات حوثية عليا وتتم عمليات متاجرة واسعة بالمخدرات عبر فريق يعمل في الخفاء برئاسة الإرهابيين الأربعة محمد علي الحوثي وأبو علي الحاكم وعبد الكريم الحوثي وفارس منع إضافة إلى آخرين ووفقا للتقرير تمثل إيران البؤرة الأساسية ومستنقع تهريب المخدرات الأساسي للميليشيات الحوثية فيما تعد تجارة المخدرات أبرز الأسباب خلف الثراء الفاحش والسريع لقيادات الحوثية كشف تقرير لمنظمة حقوقية عن تورط قيادات في الميليشيات الحوثية الإرهابية في تجارة الأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وهي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وأكدت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر أيضا في أحدث تقرير لها أنها حصلت على قائمة سوداء بأسماء قيادات حوثية مكونة من 71 شخصية تاجر بالأدوية المهربة والمزورة مشيرة إلى أن فاترة السيراد الأدوية في اليمن بلغت أكثر من 88 مليار ريال سنويا كما تعتمد تلك القيادات نظام المقايضة عند قبول المنح الدوائية من المنظمات الأممية والإنسانية دعا التقرير الحكومة إلى إجراء تحقيق عاجل في تورط منظمتها الصحة العالمية والليونسيف وغيرها من المنظمات المعنية بالقطاع الصحي في تسهيل السيلاء الميليشيا الحوثية على المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء وحرمان الشعب اليمني من حقه الطبيعي في الدواء والعلاج أقدمت عناصر تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية أقدمت على إطلاق النار على شاب في العشرينيات من عمره أمام والده المسن قبل أن تختطف الأول وتودعه أحد سجونها في ذمار على الرغم من إصابته ووفقا لشهد عيان فإن مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية أطلقوا وابلا من الرصاص على الشاب وأصابوه بجراح أمام والده المسن أحمد بن أحمد القلع قبل أن يختطفوه من سوق الجمعة بمدرية الشرق وذلك على خلفية استحداث الشاب لبسة صغيرة أمام محلهم التجاري في السوق وقال الشهود أن الحادث تأدت إلى انهيار والد الشاب بعد تعرضه لجلطة دماغية حادة نقل على إثرها مباشرة إلى العناية المركزة بأحد مشافي المحافظة أفاد مصدر محلي بمقتل طفل أثناء شباكات بين عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية ومسلحين في المشن شرقية إب وأوضح المصدر أن الطفل قيس الأموي قتل بعد أن اخترقت طلقات نارية نافذة منزله خلال اشتباكات اندلعت في منطقة دار الشرف بالمشن بين عناصر الميليشيا الحوثية في قسم الشعاب ومسلحين آخرين يذكر أن عشرات المدنيين سقطوا ضحايا لاجتباكات مسلحة مماثلة في مناطق سيطرة الميليشيا خاصة في إب التي تشهد انفلاتاً أمنياً وارتفاعاً في نسبة الجريمة انتقد مواطنون بتعز عجز السلطات الصحية عن مواجهة انتشار حم الضنف في أوساط السكان خلال الفترة الماضية وقد شك المواطنون خلال مقابلات ميدانية أجرتها معهم قناة يمن شباب من مستوى الخدمة الصحية المقدمة في المشافي والمرافق وقالوا إنه مستوى متدنم وأضافوا أن هذا القصور الكبير ناتج عن غياب الضمير الحي في نفوس المسؤولي لن نقدر نحصل على شريط سوبرين ولا علاق حق الضغط ونريد من المدير القديد أن يبذل قهده في حم الضنك حتى في مكافحة الناميس لحيث الأطفال مصابين في المراض ولم يقدروا تحصلوا على العلاق يعني منها الحالة المدهورة منتشرة بشكل جدا جدا وحالة الوفيات عندنا زادة في الأسبوع الأخير بمديرية المظفر ننتكلم بما يخص مديرية المظفر زادة بشكل فضيع بسبب طفح المجاري تراكم السيول عدم قيام صندوق النظافة والتحسين بمهامه على أفضل واقع هذا ما يؤدي منتشار الحميات وعدم تواجد مركز للحميات أو مراكز للحميات على مستوى محافظة التعيز مكتب الصحة والسلطات المحلية هم يتحملون مسؤولية كل نفس تزهق وكل نفس تغادر هذه الحياة وتغادر هذا الكوكب بسبب بعوضة بسبب عدم توفر الأدوية بسبب عدم توفير بيئة صحية بسبب ترك الأوعية والأواني مكشوفة بدون أن توجه بتدمير كل هذه الأوعية أو على الأقل بإفراغها من محتوياتها شهدت العملة الوطنية تحسن نسبياً خلال تعاملات اليوم الخميس عقب إعلان رئيس الوزراء تحويل الإمارات جزء من الوديعة المالية المعلن عنها سابقاً إلى حسابات البنك المركزي قال خلال مؤتمر صحفي في عدن إنه تم تحويل مبلغ مليار ومئة مليون درهم للبنك المركزي اليمني كدفعة أولى من الوديعة المقدرة بقيمة مليار دولار والتي تتضمن أيضاً تقديم المملكة والإمارات منحة نفطية ومشاريع تنموية بقيمة مليار دولار سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس نحو ألف وثلاثة وتسعين لشيرة وألف ومائة وخمسة عشر للبيع متراجع بمقدار ثمانين ريال وبلغ سعر الريال السعودي مائتين وتسعين لشيرة ومائتين وخمسة وتسعين للبيع متراجع بمقدار عشرين ريال حذر مختصون أيضاً من الهلع وبيع المواطنين لمدخراته من العملة الصعبة سياقاً وراء على عيب المضاربين وهوامير أسواق الصرف منوهين إلى البيع والشراء وفق الحاجة فقط قالت الأمم المتحدة أن تأخير الموافقة من السلطات في اليمن على الاتفاقيات الإنسانية حرمت نحو مليوني شخص من المساعدة وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية في بين المقتضب أن التأخير في الموافقة على الاتفاقيات الفرعية للمشاريع الإنسانية باليمن أدى إلى حرمان أكثر من مليوني شخص من شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة خلال يوليو وسبتمبر الماضي وأوضح البيان أنه في نهاية الربع الثالث من هذا العام أبلغ شركاؤها عن 27 اتفاقية فرعية معلقة لمدة تزيد عن 30 يوم رياضياً تغلب المنتخب البلجيكي على نظره الكندي بهدف دون مقابل في المواجهة التي جمعتهما على أرضية الساد أحمد بن علي ضمن مباريات الأسبوع الأول من دور المجموعات في نهايات منذ القطر 2022 سجل ميتشي هدف المنتخب البلجيكي الوحيد عند الدقيق الرابع والأربعين من زمن المباراة وكان المنتخب الكندي صاحب الأفضلية في الشوط الأول وقد أضاع الكثير من الهجمات إضافة لإضاعاته ركلة جزاء قبل أن ينجح المنتخب البلجيكي من هز الشباك بهذه النتيجة خطفت بلجيكا نقاط المباراة الثلاث لتتصدر ترتيب المجموعة السادسة بينما تتذيل كندا الترتيب دون رصيد من النقاط نهاية النشرة تذكير بأبرز مجافي وقفة احتجاجية بالتعس ندد بترد الخدمات وتطالب بدعم الجيش لاستكمال التحرير نظمة حقوقية تكشف عن تورط 71 قيادي في الميليشيا الحوثية بتجارة الأدوية المهربة تحصن نسبي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الخميس قتاما في أمانيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر